اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حرص الوزارة على الاستمرار في تبني المبادرات والمشاريع الكفيلة بتعزيز الامن الغذائي وزيادة الانتاج بعدد من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية جاء ذلك لدى قيام سعادة الوزير بزيارة ميدانية الى الشركة العامة للدواجن الاطلاع على مشروع التوسع لزيادة الطاقة الانتاجية من المخزون القذائي الاستراتيجي لمملكة البحرين وخلال الزيارة قال الوزير المبارك ان الشركة العامة للدواجن تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في مجال انتاج بيض المائدة مؤكدا همية مشروع التوسع والذي سيسهم في زيادة انتاج مملكة البحرين من هذا المنتج مشيرا إلى التزام الوزارة بممارسات تسهم في تحسين الانتاج الزراعي والحيواني ودعم القطع الخاص للاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية باعتبارها من القطعات الحيوية المهمة والأساسية لأمن المملكة الغذائية وأوضح الوزير بأن مشاريع تعزيز الانتاج الزراعي والحيواني تحظى باهتمام ومتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية